بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أسرة بزوار كشكو البسمة وإن شاء الله اليوم تبايا معنا المشروع الآن تضج في كل جروبات بكروشي على الفيسبوك هو هذا البوليرو أو الشرق مثل ما بيسمى بالإنجليزي عبارة عن قطعة بسيطة وسهلة ولكنها مطلوبة لأن هي بتبقى قطعة مكملة لمعظم الألبيسي المشروع جميل كونه لكل الأعمى نسبة للستات بإمكانهم يعملوا هذا المشروع بمقاسات مختلفة يلي بيحب يعملون المقاس اللي نحن نعملوه دلوقتي ممكن بالفيديوهات الأجنبية معظم ما آخدين المقاس فقط لغاية الكمو أنا ما أفضل فضل قطعة إنا تنزل شوي تحت القبض تبقى أحلى وأقيم المشروع سبايا أنا اشتغلته بخيط برانسيس سوفتي خيط ناعم لذيذ متوسط الثخانة إلى رفيع تقريبا واشتغلته بإبراء ستة ونص مشروع سهلك شلة واحدة وتفاصيله سهلة وبسيطة على بركة الله نبتدي يلا بيحب يلا بيحب يلا بيحب اللي رح نحتاجه الصبايا بهذا المشروع إنه ناخد دوران الجسم عند الصدر ونقسم هاد الدوران على اثنين لأن رح نشتغل قطعتين قطعة للأمام وقطعة للخلف برجع مرة يعني بيكون إنه هذا بيتنفذ بأكتر من طريقة هاد المشروع ممكن من تحت لفوق وممكن بصدر مربع ونحن نازلي إذن البلزة من أنه ناخد دوران الجسم عند الصدر وقسم الدوران على اثنين والناتج أعمل منه سلسلة البداية يعني لو عندي الآن دوران الصدر أنا للشخص اللي بدي ينفذ للمشروع ما نفرض إنه داير دوران الجسم تسعين أو مية مية على اثنين خمسين فإذن بيبتدي بسلسلة مقدارها خمسين سنتيمتر الخيط مثل ما قلت لكم أنا اللي بدي يشتغل فيه صبايا هو البرينسس سوفتي وهو خيط متوسط الثخاني لأن بدنا نحن الغرزة نفتحها بشكل شبكي ما بدناها شادة أنا بدي يشتغل بإبرة مقاس ستة ونصف إمكانك تشتغلي أكتر كمان لو أنت عايزها الشبكية أكتر ممكنك تشتغليها بأقل لو أنت عايزها معفلها أكتر سلسلة البداية طبعا نحن لما بتكون إبرتنا كبيرة سبايا الخمسين سنتيمتر أو أي مقاس رح يكون عدد السلاسل فيه قليل لأنه نحن آخذين على إبرة خيطة أن هذه السلسلة المطلوبة سبايا لمتمأت لكم هي عبارة عن نصف دوران الجسم أو نصف دوران السطر والآن بما أنه بدي يشتغلها الشبكة رح ترك واحد اثنين الثلاثة ده مقدار عمود ثم سلسلتين مسافة وإلى السلسلة التالي يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في السلسلة رقم ستة رح لفت وادخل واشتغل عمود بلف لو أنت بديك تعملي عمود بلفة ممكن جدا أنك تعملي عمود بلفتين سلسلتين ونلف وننزل برضو لتحت واحد اثنين إلى السلسلة رقم ثلاثة ونشتغل عمود بلفتين أعرف لكم الصورة شوي سبايا كما واحد اثنين سلاسل المسافة رح لفت ونزل لتحت واحد اثنين إلى السلسلة رقم ثلاثة ونكرر واحد اثنين إلى السلسلة رقم ثلاثة شغلنا تكرار صبايا حتى نهاية السطر نترك سلسلتين وفي الثالثة نسهل المشاريع الممكن تناخدها صبايا ونكمل حتى نهاية السطر نهاية السطر الأول صبايا متل ما أنه عبارة عن تكرار سلسلتين عمود وبنترك سلسلتين من سلسلة الأساس ساحت وحتى نصل لآخر السطر الآن بدنا نرتفع ثلاثة سلاسل واحد اثنين ثلاثة ده مقدار عمود ثم سلسلتين مسافة ده واحد اثنين نقلب شغلنا سهل كتير رح نلف ونروح للعمود الأول ونشتغل كمان عمود هي بطبيعة الحال شغلة شبكة واحد اثنين وإلى العمود التالي واحد اثنين كمان إلى العمود الذي يليه ونكرر عملنا تكرار صبايا حتى نوصل للعمود الأخير من كارير بداية السطر بنفس الطريقة رح نشتغل لغاية ما نكرر سطور لغاية ما نوصل للمقاس يلي نحنا بدنا يقدش ارتفاعه انت حابة تكون لتحت الصدر حابة تكون وسط الصدر أطول أكثر انت اللي بدك ياه بس بدا يكون الارتفاع أهم شي هو أطول من حردة القبط لأن احنا بنطالع فيما بعد قبط صبايا مشاع نشتغل لكم انا رح كرير عدد السطور المطلوب ونرجع نشوف الخطوة التالية ان شاء الله الآن صبايا وصلت للارتفاع اللي أنا بدي يا مت مقتلك ارتفاع البوليرو انت بتحددي له وين بدك طوله أنا عملت تقريبا 12 سطر ولقيت انه ده مناسب هل أنا بدي اقطع وارجع مرة تانية اشتغل الأمام يعني هنا القطعتين زي بعض رح يكونوا الأمام قدي الخلف هل أنا رح اشتغل قطعات تانية وقطع لا ما رح نقطع رح نعملها قطعة متصلة بطريقة دي خلوكم معي صبايا بس انا حبت نوه لشغلة انه انا خارج الكاميرا اشتغلت العمود بشكل العمود الممتد يعني بالطريقة دي رح ارتفع واحد اتنين ثلاثة اللي هو لنا عمود اربعة خنسة هي مسافة ونقلب الشغل رح لف وإلى العمود ادخل العمود الممتد انه بدل ما اطلع من حلقتين صبايا رح اطلع من حلقة واحدة الاول ثم اللي اطلع من حلقتين ثم من حلقتين انا لقيت هيك انه بما انه شبكة فلاقيت انه هيك احلى للعمود كمان سلسلتين الى العمود التالي رح اسحق اطلع من حلقة واحدة ثم من حلقتين ثم من حلقتين لان انا بالنسبة ايلي اشتغلت الثلاثة اعمدة دول و بدي انهي لانه بدي افتح للرقبة صباياها فتحت الرقبة حسب ما انت بتكون اياها بتكون اياها واسح بتكون اياها ضيقة شوي براح تكون انا هدول بس الثلاثة اعمدة رح اخليهم للكتف تمام؟ رح اشتغل الان عدد سلاسل عدد السلاسل اللي انا رح اهملهم هنا ثاني انا اخذه هون ثلاثة اعمدة صبايا معناها هون بدي احتفظ بواحد اتنين ثلاثة اعمدة لهم المسافة اللي بيناتهم بدي يعد السلاسل عندي اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر اربعتاشر ستاشر تمنتاشر عشرين اتنين وعشرين اربعة وعشرين سلسلة نجي للاعمدة كمان منضيفهم للعداد اربعة وعشرين وهي هون عمود خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين ثلاثين ثلاثة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين سلسلة اذا كان بدي قطة خمسة وتلاتين سلسلة راح دول ارجع uno هنا. اذا بدي اشتغل خمسة وتلاتين سلسلة. واحد من ثلاثة اربعة خمسة سلسلة. واحد وثلاثين اثنين تلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين. اذا هاي بكون هون عدد الثلاثين سبايا. موافق للمسافة اللي انا بدي اتركها هون. مشان تعطيني حردة الرقبة. بعدين رح نحكي كيف ممكن توسع الرقبة زائتي بدك ياها قوسع منك. الان رح نلف. وايجي على الثلاثة اعمدة الاخيرات متل ما هو اشتغل الثلاثة اعمدة. رح اجي هون على العمود. اذا عدينا عندي واحد اثنين تلاتة هادا هو العمود الثالث. رح ندخل. اطلع من حلقة اولا. ثم من حلقتين. ثم من حلقتين. خلاص هي تكون انا عوضت المسافة وعملت حردة رقبة ازا انا بدي اشتغلها الامام والخلف بقطعة واحدة بدون ما قطع الخير. رح نشتغل سلسلتين ثم الى العمود التالي. هل هي الطريقة بس في البوليرو? لا حتى لو انت شغالة بلوزة كبيرة يعني من تحت وانت طالع بامكانك تعمل الرقبة بهاي الطريقة. الان سلسلتين كيف ننهي السطر احنا لنا عندي واحد اثنين تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. نسهل المشروعات الممكن تتعملوهم صباح. خلاص. هي هيك شكلنا السطر الاول. طيب سطر التاني بدي ارجع منها اشتغل على السلسلة. نفس اللي كان مشغول عندي ادي واحد اثنين تلاتة اربعة وعدي خمسة ونقلف شغلنا. الى العمود. ما قطعكم عم بطلع من حلقة ثم من حلقتين ثم من حلقتين. كمان سلسلتين. العمود التالي. ماذا سنفعل الان بالسلسلة اللي اشتغلناها بدنا نمشي عليها بالزبط متل ما كنا شغالين بالسطر الاول ادي سلسلتين. وبدأ نرجع لنعوض النقص. اذا هي في عندي هون واحد اثنين وهي السلسلة التالتة نح ندخل. ونشتغل فيها عمود. عمدت عزبنا شوي لانه راسي الابري كبير اهو. من سلسلة ثم من اثنين ثم من. سلسلتين. ننزل لتحت. نتخطأ واحد اثنين الى السلسلة رقم ثلاثة. تمام ونصباية متل سلسلة البداية. كمان سلسلتين مسافة ننزل الاسفل واحد اثنين وعلى السلسلة رقم ثلاثة. مؤكد بدا يطلع عنا عدد الاعمدة نفس العدد اللي اتخطينا تحت. واحد اثنين الى سلسلة رقم. اكي. بنفس الطريقة سباية رح اكمل حتى نهاية السلسلة ونرجع نكمل السطر مع بعض ان شاء الله. وصلت لنهاية السطر سباية متل ما قلت لكم عدد الاعمدة بيكون عنا مطابق عدد الاعمدة اللي ادخلنا. انا عندي هون احداشر عمود من اللي اتخطيتهم. كمان هون. برجع واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشر احتاشر. وصلنا لنهاية الان انا نرجع. نكمل السطر نكمله عادي. الان وصلنا الى العمود اللي من الاساس عنا يا مشغول ونطلع من حلقة ثم من حلقتين ثم من حلقتين هيك بنكون ارجعنا استعدنا السطر. بنكمل. كمان سلسلتين الى العمود. من حلقة من حلقتين من حلقتين برجع بلك مرة تاني بامكانك تعمليه بعمود بلفتين. كمان عندي هون واحد اثنين ثلاث سلسلة من ثلاثة الارتفاع بفين فيها اخر عمود. هيك نكون اهو الصبايا عملنا حردة الرقبة ورجعنا نشتغل الان الخلف او الظهر. الان قبل ما بس اكمل انا رح برات الكاميرا طبعا صبايا كمل عدد السطور نفسه المطابقة اللي احنا شغالين فيه من بس لو انت بدك ياها الحردة دي تبقى عميقة يعني نازلة ما بدك ابي بنسميها حفرة او حردة خانقة. فانت فيك تعملي هون سطر تطلعي اثنين عالتالت وتروحي. طيب وهون بيكون لسا ناقص معناها بدك تلضمي يعني الابرة او تتعلق سناتك بخيط خارج الخيط اللي انت شغالة فيه وتشتغلي الثلاث سطور او تشتغلي سطرين التالت لما بتاختي لما انت بتكملي بنفس الخطوات اللي حكينا يعني لو انت بدك حردة اعمق بس انا بلاقي بما ان هو الشبك وبياخد وبيعطي معناك مضطرة لحردة اعمق هو الوحده رح ينزل الان رح كمل بنفس الطريقة صبايا الخلف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ومنقلب شغلنا ومنروح للعمود ومنكمل تماما متل ما اشتغلنا في البداية تماما اهلا ما رح اخد وقت كن صبايا انا رح روح اجي وكرر سطور لحتى يتطبق معي عدد السطور اللي بدي الان طيب شو هو النظم اللي انا اخدت فيه ارتفاع القطعة الاولى سبايا انه لازم تكون حردة القبط هي اللي نحافظ عليها وبعد اعملي الطول اللي بديك يعني انا اخدي هون عندي بدي اخد تلت سطور يعني واحد اثنين تلاتة هدول اللي رح يكونوا من داير الجسم واللي فوق دو حردة القبط نكمل ومنرجح نهاية الشغل صبايا هي عنا هون الامام وهي الخلف وقلنا هي قطعتين زي بعض بالزبط الان بدي اقفل من تحت تحت القبط يعني انا بدي اقفل فقط على ثلاث سطور ما انت حسب ما تكون ارتفاع البلوزة عندك اعملي الامام انا غيرت ابر جبت الان ابري ارفع لتساعدني بس بانه اشبك الطرفين ما رح اقطع الخيط مكان ما وصلت سبايا هاي الاهو الغرزة الاخيرة رح اشبكا بيه الغرزة مع هذا الطرف اسحب واطلع هاي هلا الطرفين فوق بعض مت ما قلت لكم انا رح اقفل ثلاث سطور بمنزلقة رح ارتفع بس سلسلة تساعدني حتى ادخل بالسلاسل سبا اما بنا ندخل بالفراغات ندخل بالسلاسل ونطلع ونطلع من الحلقة لها الابري كمان ممكن الخطوة اهو صدف للعمود العمود اللي مقابله بالخليل اسحب وطلع من حلقة الابري لا تشدوا الخيط خلوها هون شوي مرتاحة كمان مكون دخلت على المربع الثاني على السلاسل وبيبقابله سلاسل او عمود الطرف الاخر بسحب نعم الحلقة لها الابري كمان العمود رأس الامود المقابل بالحلقة لها الابري تاني هاي راس العمود هاي سلاسل اتنين وهذا رأس العمود مع رأس العمود المقابل بها الطريقة صبايا افل رح تشوفوا الخلف اهو كيف نشبكوا معانا الاعمودة الثلاثة تماما هلا بما انه هذا صار عندي خلف خلاص بدي عردي بس شلت الخيط من فتح تلكم حتى ارجع اشتغل على الوش نشوف الغرزة الاخيرة اللي قفلنا فيها احيان نرجع لقبريتنا صبايا هلقام في عندي داير فتح تلكم احيان بنشتغل على الداير نقفل نثبت هون بالغرزة ورح نرتفع كمان واحد اتنين تلاتة دا عمود سلسلتين مسافة متل ما تعودنا ونروح الان على العمود اهو رح يدلكم لوحده ونشتغل كمان عمود بلفه طلع من حلقة النا ثم من حلقتين ثم من حلقتين بما قلتلكم لانه عملنا عمود ممتد تاني سلسلتين هون بهاي المرحلة انا رح حط بس علامة صبايا حتى ما يضعوا علينا بداية الكم ايه تالت سلسل مسلاسل ارتفاع علمناها حتى ما يضع علينا الان رح نكمل داير الكم سلسلتين ثم على العمود التالي وعمود من حلقة ثم من حلقتين ثم من حلقتين ونكرر واحد اتنين للعمود التالي كمان دوران ما امنتوها ابدا على قاعدة العمود اهو وندخل شو مكون هللأ منقول الصبايا نحن تاني منقول احنا شغالين على دوران الكم بتدري تاخدي عمود بلفتين بتدري تاخدي المسافة تلت سلاسل بتدري تشتغلي على ابرق ارفع براحة اهو شوفوا وصلنا تقريبا عند حردة الرقبة قاعدة بنفس الطريقة صبايا اهو رح نمشي دوران حوالين الاعملاء كلها لحتى ان شاء الله نرجع على النقطة البداية نقفل مع بعض تقنية الدوران صبايا وصلت لعند العلام اهو نشيل وندخل بتالت سلسلة مثلا سل الارتفاع ونقفل بمون زلق حيك نقول ان هنا شغل الكم بشكل دوران مرتاني بنرجع مرتاني كأنه عم نشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الثلاثة ارتفاع عمود والسلسلتين مسافة بس ما بدي اشتغل دوران من هون صبايا بدي اشتغله متل ما هون كده عم نشتغل رايح كاي بدي اقلب السطر وارجع مرتاني واشتغل بعدين نقفل رحلف وعلى العمود وتاني حتى ما يضيع منا بداية السطر حتى هلامتنا من الثالث سلسلة مثلا سل الارتفاع ونكمل تليلي ليش بتكتير جاه بيرجوع لحتى يكون موديل نفس موديل الصدر والخلف صبايا لكن اذا حاب انت تمشي دوران اوكي كمان سلسلتين وإلى العمود التالي شغلنا عادي صبايا رح نكامل ونقفل السطر ونرجع نرتفاع ونرجع برجوع وهكده هذا من الضل يستمر معانا صبايا لحتى نوصل تقريبا لتلثي الكومي ليش؟ لان احنا التلثي الاخير او اذا حاب بالربع الاخير منه رح نبتدي نعمل فيه تزايد طيب صبايا اشتغلنا دوران اهو الكم لنا بشكل دوران اهو ولنفرض انه وصلنا الان لطول ثلثي الكومي يعني انا عامل معاكم عينة صبايا معاها صغير محدد بدي اشرح لكم بس الان كيف نبتدي التزايد بالكم الكم رح يكون تزايد فيه بحتة واحدة صبايا اللي هي الحتة اللي من اسفل يعني هاي في عنا هون اعلى الكم من هون التزايد رح يكون فقط في الجهة يلي من تحت هاي عنا سلسلتين اللي هي قبللكم قبل العمود عفون وهاي العمود تقريبا اللي ما قبل الاخير ثم سلسلتين بنجي بدنا نقفل بمنزلقة فيه ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بالنسبة للسطر بداية السطر اهي انا ما رح اقفل هون رح اعمل تزايد رح نلف اما بنفس المكان اللي احنا طلعنا فيه بالثلث سلاسل او بهذا الفراغ بندخل ونشتغل عمود هذا بيكون عمود اضافي او عمود تزايد بعد سلسلتين ونروح لثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بنقفل بمنزلقة هيك بيكون عندنا هذا عمود تزايد السطر الان بالعوتق واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ونقلب العمود اللي اشتغلناه جديد الان دخل خلص ضمن عائلة الاعمدة سلسلتين نشتغلو كعمود اساسي اذا بعمل التزايد صوايا وبرجع بسطر العودة ما بعمل تزايد اللي بعده برده بعمل تزايد وهكذا عمود التزايد ده رحلف ونرجع ونقفل بمنزلقة بس نقلب مرة تاني منرجع بنعمل تزايد هي نهاية السطر السوايا يلي نحنا ما عملنا فيه تزايد نلتفاع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نقلب شغلنا بهذا السطر بنهايته بدنا نعمل تزايد نحن نحاول قدر الامكان سبايا للاشياء المتكررة نختصر رح تما يطول عليكم الفيديو رحمة بالناس اللي اشغال باقات تمام؟ رحكمل الدوران وبس ارجع اقفل بنعمل تزايد معنا وصلت لنهاية الدوران صبايا بدي اقفل بمنزلقة ادي سلسلتين بدل ما اقفل برجع مرة تانية للفراغ بشتغل عمود اضافي ثم سلسلتين وبنقفل في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي كل مرة متعزفية بسبب انه رأس الابرة كبير سلسلتين وبنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع هكذا نصار عنا تزايدين انتو استمروا بنفس الطريق الصبايا رجعوا لفوا بطريق العودة بتردوا بتعملوا تزايد لحتى توصلوا لطول الكيم والعرض اللي انتو بتكون يا شوفوا كيف بلش يبانى علينا تزايد الكيمة هو شكله متل ما قالنا بيبقى من طرف واحد اللي هو الطرف الاسفل بهذه الطريقة احيان رحكمل عنا ان شاء الله وارجع فرجعكم المشروع كامل سبايعا هنا المشروع هاي كانت النتيجة حلوة كتير ومرضية جدا بدي بسئلكم انه هذا الاول شي اخد شلة كاملة صبايا دلي بقي منها انا عامتو تقريبا داي بقى لعمر 12 او 13 سنة مؤكد لو انتي اكبر محتاجة شلة او شلة شوية لو مقاسي كبير طبعا القطعة باكدو لكم انه هي مميزة مش هي موضة لانه القطعة دي صبايا كتير منحتاجها بجد للكبار وللصغار ولأي عمر لانه ممكن نكون احنا الكبار عنا فصان صوري مثلا لون السوداء او اي لونه انا بدي اعمل مثلا صوري اللي بيمكن بها القطعة انا اذا جبت خيط فضي او دهبي وعملت هذا البولير وفوقه انا بكون استغنيت عن الاكسسوار بكون احيات قطعة قديمة عندي كمان هذا من المشاريع الصبايا يلي مسميه مشروع الشلة الواحدة بيمكنه يكون احدى المشاريع المربحة لحضرتك يعني انتي بيمكنك تعدي تشتغلي ده ما بياخد شو وقت يعني بيوم ممكن تنفذي قطعتين مثلا انتي لو انتي صغنونة او بنتك على الجامعة مثلا تاخد معاها مجموعة انا بأكدلك انه راح تبيعهم بيسر وسهولة لانه المشروع الان مطلوب كتير وما بيكلف انا بس بدي ارجع ذكرك انه في اكتر من طريقة لشغل هذا البولير وصبايا في الطريقة اللي احنا اشتغلنا فيها اللي احنا اخدنا قطعة امام وطلعنا بعدين قلبنا وسعوينا لخلف وبعدين اشتغلنا الكمان الطريقة الثانية انك تشتغليها بصدر مربع ولو حبيته المشروع لولي لحتى نرجع نعمل قطعة تبتدي من فوق بصدر مربع وبعدين ان شاء الله منكمل المشروع الطريقة الثالثة كمان انك تطلعي تعمليها بلوزة كاملة مش بس البوليرو دي الطريقة ان احنا حكيناها دي مشان كمان البلوزة الطريقة اللي بعدها انك تطلعي بالبلوزة من تحت بعدين تطلعي تعملي سلسلة وانا عملت هاي معاكم ببلوزة بتلقوا على القناة تاخد سلسلة بطول الكم كله من هذا الطرف وسلسلة بطول الكم من الطرف التاني بتكملي شغل لحتى توصل لحردة الرقب تشتغلي وبعدين بتفصلي الرقب بسلسلة متل ما فصلناها صبايا بنفس الشغل معانا بتكملي الكم وبترجع مرة تانية بتكملي الاكمام وبترجع بعدين بتفصلي بتكملي جزء البدنة اسهل طريقة بتعملي فيها بلوزة سريعة للصبايا كمان هاي القطعة للصبايا فيكن تلبسوا مثل البلوزة ما قلت لكم فوق شميز اميز يعني بودي اللي انت عايزها ممكن تعملي ممكن تعمليها بخط ارفع بفتحات اقل الخيار اليك انا حبيت هاي التفاصيل اليكنيها باخر الفيديو اللي حتى ما يطول اول الفيديو فالبيحب السرسرة يضل معي دائما لاخر الفيديو مشان نحكي بعض التفاصيل كمان باكد لكم صبايا انه نحنا فيديوهاتنا العربية تتفوق على الفيديوهات الاجنبية روحوا شوفوا الفيديوهات الاجنبية بتاعت هذا المشروع قديش انتاجها ابدا يعني مو على مستوى ولا طريقة الشغل اتأكدوا انه نحنا شغلنا احلى ومميز اكتر والفنيشينج بتاعنا كمان احلى بدي فرجيكم بس بالنسبة للكم صبايا انا ما عملت باك شوفوا لكيف الزيادة عطيت هذا الشكل اهو للكم لو انتي محتاجي تعملي اعرض بشتغلي زيادة باعلي يعني انا بتديت بعد تسع سطور بتديت بالزيادة والزيادة كانت سطر اهو سطر لا انتي فيك تبتدي قبل وفيك تعملي زيادة كل سطر لو انتي عايزة تعملي بوسع اكتر من هيك الخيار اللي يكون حبيتي تعملي بدون زيادات كمان بتمنى يكون المشروع صبايا خادكم والشرح كان سهل وبسيط طبقوا المشروعكم نزلوا ليه على قروب كشكو البسمة على الفيسبوك اذا اعجبكم الفيديو من فضلك حطي اللايك للفيديو لحتى يرتفع في محركات البحث اقترحوا على قروب كشكو البسمة صبايا او في التعليقات هون شو هي المشاريع اللي انتو بتحبوا ان شاء الله النافذة للمرحلة المقبلة نورتوني اهلا وسهلا فيكن نلتقي ان شاء الله في فيديوهات مقبلة حتى ذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته